تولي وزارة صحة المصابين جراء التفجير الإرهابية الذي طال مسجد الإمام الصادق كل الرعاية الطبية حيث أشاد المصابون بالخدمات الصحية التي قدمت لهم في مستشفى الصباح الذي استقبل 27 مصابا وجريحا بعد الحادث الآثم بس الرجل هذي هل يتعورني تاني مسامير واحد يغزز شيء مسامير دموع لم ولن تجف الحزن يعتصر قلوبهم عند الرجوع إلى مشاهد أحداث التفجير وتزداد صرخات الأوجاع وتعلو الجرحى في مستشفى الصباح تلقوا رعاية طبية متكاملة أثنى عليها المصابون وأشادوا بها يحاولوا قدر المستطاع أن يساعدوننا وحتى عند الطوارئ كانوا الدكاترة كثار وقالوا ينعشوننا وقالوا يحاولون يساعدوننا وحتى لما صعدونا الجناح الحمد لله في رعاية مستمرة كل يوم يجوننا وكل يوم يشوفون حالتنا مستشفى الصباح استقبل بعد حادث التفجير في مسجد الإمام الصادق 27 مصاب تبقى منهم ثلاثة جرحة كانوا عندنا استقبال في قسم الحوادث 27 مريض أربع كانوا تغريباً دخول وحالة ودناها الرازي وكانت اثنين متوفين من شدة الفجار في حالة واحدة كانت حالة صعبة نزيف بالأمعاء وسولها عملية ولكن توفى نفس اليوم قبل أيام معدودة قام فريق طبي ألماني بزيارة إلى مستشفى الصباح لمعاينة المصابين وخرج بنتائج سوف يتم إن شاء الله بعث ثلاث مرضى إلى ألمانيا إن شاء الله تبقى ثلاثة جرحة في مستشفى الصباح وحالتهم حالياً مستقرة حالتين منهم يعانون إصابة في عصب وتم فحصهم بالكامل وإجراء اللازم لهم وأيضاً تم فحصهم من قبل المجموعة الألمانية من شتوتغات وتم النصح بإجراء علاج طبيعي مكثف حالتهم مستقرة الحمد لله جهود مضنية من أجل إنقاذ المصابين قدمتها الكوادر الطبية وإن دل على شيء فإنه يدل على احتوائهم للحدث بالشكل الصحيح بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت